وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي ويستعرضان تحديات المشتركة في البحر المتوسط ورؤية مصر بشأن الأوضاع في ليبيا واشنطن تؤكد دعم جهود نيجيريا وإكواس لإعادة النظام الدستوري في النيجر ورفع حالة تأهب العسكري في نيامي أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ هجوم جوي على كييف ومناطق أخرى وموسكو تسقط طائرتين مسيرتين على الحدود الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيج مشرة إغبارات مفصلة من التربجون المصري أهلا بحضراتكم تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني وذلك في إطار التشاور والتنصيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإيطاليا تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وصولا إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين فضلا عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير القانونية عبر المتوسط كما استمع وزير الخارجية الإيطالي إلى تقييم الوزير سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأقرب فرصة وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقدر أعلن حزب مصر أكتوبر دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة فلاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال شهر المقبلة وفي بيان له أكد الحزب استفافه خلف القيادة السياسية تأسيسا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ عشر سنوات وما تزال وهو الأداء الذي من الضروري لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسي تلك التجربة الطموح وأن يستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز هذا ودع حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمار مصيرة النهوض الوطنية الشاملة وتعزيز حالة السلم والاستقرار وإنجاز رؤيته الوطنية التي أعادت مصر لموقعها الإقليمي المتقدم وحجزت لها مكانا في مصاف القوى الناهضة والدول الفاعلة في محيطها والعالم وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة جيهان مديح رئيسة حزب مصر أكتوبر دكتورة جيهان بعد التحية مصر شهدت طفرة كبيرة على كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ما الرسالة التي يوجهها الحزب من خلال دعم الرئيس السيسي للترشح لرئاسة؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى صدر المستمعين أولا خليني أقول بس في البداية أن حزب مصر أكتوبر كان من البداية مساند جيد جدا ومساء كان الفريق عبد الفتاح السيسي أطلقنا حملة بأمر الشعب الحملة كانت وقتها لتكليف السيد عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة المسئولية بالتالي كانت بالنسبة لنا أحنا كحزب مصر أكتوبر في هذه المرحلة أيضا العطيبة للتمر بالعالم كله مش هنقول بمصر لكن بالعالم كله كان أمامنا أننا نعقد المكتب التمفيذي لحزب مصر أكتوبر يعني عاقد واللجنة العليا لحزب مصر أكتوبر للإعلان عن مرشح حزب مصر أكتوبر وبالتالي كانت إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجميع تحدثنا عن هذه الإنجازات تحدثنا عن المخاطر اللي احنا شفناها سواء كانت في الماضي وفي الحاضر يعني احنا عصرنا هذه الفترة الزمنية منذ أو من قبل 30 يونيو ثم 30 يونيو ثم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فصوتنا جميعا بالإجماع على يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح حزب مصر أكتوبر وأيضا يعني يكون تنطلق حملة هنكمل المشوار لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن سابقا كانت بأمر الشعب كانت الشعب كل وقتها واستفتنا الشعب وجمعنا استمارات من تسعة مليون جمعنا سميليون استمارة اللي ترشح وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي النهاردة احنا بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكملة المشوار تكملة تلك الإنجازات الكثيرة على أرض الواقع النهاردة احنا بنشوف مدن جديدة أنشئت في وقت سريع جدا شفنا مصانع أنشئت شفنا سواء على المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي شفنا إنجازات عديدة جدا في الفترة السابقة وهنكمل بعد كده في المستقبل إن شاء الله بإذن الله وهنكون خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله وهنكمل مع المشوار وهندخل كل بيت نوعي الناس وتقافهم إن في حملات كثيرة جدا مضادة في الفترة الأخيرة وبكسافة يعني لم نعتاد عليها مصروفة عليها كتير قوي قوي وإحنا ملاحظين ده ورصدينه كحزب مصر وكتوبة إحنا عندنا يعني يعتبر جهاز رصد لكل الأحداث وكل المشاكل والعراق طيل اللي بتحدث لمصر من قوى الشر خارج مصر فبالتالي إحنا يعني وقفين في ظهر مؤسساتنا وفي قيادتنا وشفنا إخلاص سيد الرئيس في الفترة اللي تولى فيها الرئاسة شفنا الأمن والاستقرار في هذه الفترة شفنا القضاء على الإرهاب اللي إحنا كنا بيناعاني منه شفنا أرواح ولدنا وشبابنا وإحنا بناخد طرهم اللي فقدوا حياتهم بسبب الإرهاب وقوى الشر اللي كانت محيطة بينا فبالتالي إحنا حنكمل مشوار بإذن الله مع أتيات الرئيس عبد الفتاح تمام جزيل شكر لك دكتورة جيهان مديح رئيسة حزب مصر أكتوبر شكرا لك أصيب خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طول كارم الواقع شمال غرب الضفة الغربية وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية ما أدى لإصابة خمسة منهم بشضايا الرصاص الحي وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين الخمسة تم نقلهم لمستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت إصابتهم بالمستقر أكد الأمين الأمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح جبريل الرجوب أن إيجاد حل لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود الرابعة من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة جاء ذلك خلال استقباله سفير روسيا لدى فلسطين لبحث آخر المستجدات السياسية وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وطيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستعرض الرجوب الوضع السياسي الحالي والأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية بحق الأراضي والمقدسات حذر مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية بسبب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين مما يقوض وصولهم إلى سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وأضفت الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل حرية حركة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رغبة حكومته في مدى قصور التعاون الاقتصادي مع اليابان والانفتاح على الشركات اليابانية جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مع السفير الياباني لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المتبادل في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وفي قدعات الصحة والطاقة المتجددة عذر منصق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفت من أن النزاع في السودان وما خلفه من جوع ومرض ونزوح يهدد بخلق حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد جسيمة وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أشار غريفت إلى أن المغزونات الغزائية استنفذت بالكامل في مدينة كدوفلي عاصمة جنوب كوردوفان بسبب الاشتباكات وإغلاق الطرق مما منع عمال الإغاثة من الوصول إلى الجوع كما أعرب غريفت عن القلق البالغ بشأن سلامة المدنيين في ولاية الجزيرة محذراً من أن إطالة أمد القتال يخلف أثاراً أكثر تدميراً قام مخالفين بشأن زرات أستمرار من عقلك قرر شكراً لكم على هذه المتحدة ولدينا تحطوها الكثير من عقل غوية وراءة جديد من عقل من الحصول إلى الجميع فيها ولم نعمل لم نرح لعطيف الناس إلى الجميع من الحصول إلى الحصول لتحقيق المدينة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاترة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء عكاس تقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجملي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية وجه رئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتدليل العقبات أمام ازدهار أنشطة وأعمال لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي وتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين وأكد المتحدث باسم الرئيسة أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحويلية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزاية نفسية على المستويين الإقليمي والعالمي بحثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأفريقية مولي فاي مع رئيس النيجري بولا تينوبو الأزمة في النيجر وذكر بيان عن مساعدة وزير الخارجية أن مولي فاي التقت مع رئيسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس وأوضحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنها ناقشت مع الطرفين دعم الولايات المتحدة لجهود نيجريا وإكواس لإعادة النظام الدستوري واستعراض خيارات حل الأزمة في النيجر توتر متزايد بين قادة المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس والدول الغربية أصدرت على إثره المجموعة التي استولت على السلطة أمرا للجيش بالإبقاء على حالة التأهب القصوى بما يسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أشرت إلى تزايد التهديدات بشن عمل عسكرية ضد البلاد لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وهو أمر لم تستبعده إكواس في حال عدم نجاح المساعد دبلوماسية في حل الأزمة رفع حالة التأهب العسكري في النيجر جاء بعد مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بمغادرة البلاد ورفض باريس الاستجابة لذلك رغم التحركات الاحتجاجية المناهضة لفرنسا في النيجر بعد اتهامها بالرغبة في التدخل عسكريا في البلاد يأتي ذلك فيما أعربت إيطاليا عن دعمها للمبادرة الجزائرية للحل السياسي للأزمة مؤكدة استعدادها لمساندة جهود الجزائر لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري عبر السبل السلمية ذكر الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كياف وأجزاء أخرى من أوكرانيا مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي ضمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية قد صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات هذا اليوم قبل إعلان زوال الخطر فيما لم ترد معلومات بعض عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة أو إن كان قد أصفر عن صفحة حفلة أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا وأضافت الوزارة أن القوات أسقط طائرة مسيرة فوق منطقة بريانيسك في غرب روسيا وأسقط طائرة أخرى في منطقة كاريسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها شنت غارتين استهدفة نقاط قيادة وسيطرة للقوات الروسية وعشر غارات على مجموعات من القوى العاملة واثنتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكد بيان للهيئة أن أكثر من أربعين اشتباكا قتاليا قد وقع على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء أوكرانيا على مدار أمس في حين تواصل قوة الدفاع الأوكرانية عملياتها الهجومية في اتجاه ملتوبول وأضاف البيان أن القوات الروسية نفذت خلال تلك الفترة خمس هجمات صاروخية وخمس وأربعين غارة جوية بالإضافة إلى سبعة وستين هجوما بأنظمة جراد وذلك على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك أن الجيش الروسي يحتفظ ب 12 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود بما في ذلك حاملت الصواريخ وقالت هومينيوك أن تهديد الصاروخي لا يزال قائما بالنسبة لأوكرانيا مشيرة إلى أن حاملة الصواريخ تنفذ مهمة قتالية بعد قيامها بمناورة بالانتقال من بحر أزوف إلى البحر الأسود أشارت الإدارة العسكرية الإقليمية في دينيبرو بريتروفيسك إلى أن القوات الروسية هاجمت منطقة نيكوبول في المنطقة ثلاث مرات خلال اليوم الماضي وأضفت الإدارة أنه استنادا إلى البيانات الأولية فقد هاجمت القوات الروسية باستخدام مسيرتين انتحاريتين كما أطلقت النار بالمدفعية الثقيلة فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ذكرت لجنة تحقيق روسية أن الفحوصات الجينية أكدت وفاة زعيم مجموعة باجنر المسلحة يفيني بريكوجين في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء الماضي وأوضحت اللجنة في بيان أن الفحوصات الجينية الجزئية أثبتت أن هويات القتل العشر الذين تم انتشال جوثثهم من مواقع الحتام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقب والتي كانت تضم اسم بريكوجين أكد المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنريا ديميتشينكو أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية بالكامل وقال ديميتشينكو أن وحدات حرس الحدود الحكومية وقوات الدفاع تعزز السيطرة على هذا الجانب وأشار ديميتشينكو إلى أن اهتمام حرس الحدود الأوكرانية كان منصبا بشكل خاص على وجود مرتزقة روس في بيلاروسيا لكن عددهم لا يشكل تهديدا كبيرا لأوكرانيا اشتركوا في القناة ناشد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي روسيا بتجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت إلى أن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكياب فقط وإنما لعدة دول نامية أيضا واسترطباك شديد يحوم حول تجديد اتفاق حبوب البحر الأسود الاتحاد الأوروبي يخاطب روسيا للعودة لاتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية وذلك عبر موانئ البحر الأسود المفوضية الأوروبية اعتبرت أن روسيا تستخدم الحبوب كسلاح مشيرة إلى أن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكياب فقط وإنما للعديد من الدول النامية أيضا وبحسب المفوضية الأوروبية قد تم تصدير أكثر من 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من خلال طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا وهو ما يوفر شريان حياة مهم لأوكرانيا يأتي ذلك بالتزامن مع مغادرة ثاني سفينة من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى بلغاريا منذ انتهى اتفاق تصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو من الشهر الماضي ذلك بعد عام من صرايانه بوساطة أممية يأتي هذا فيما تحاول تركيا اتناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق لكن روسيا قالت مرارا إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو معتبرة أنها قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية سواء على أساس تجاري أو بالمجان أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي لارتفاع الحاد في أعباء الدين العام عالميا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية وأشرت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من النتج المحلي الإجمالي وكانت نسب الدين إلى النتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة يبدو أن العالم على موعد مع أيام صعبة قادمة في ظل استمرار أعباء الدين العام مرتفعة في العديد من البلدان حتى المتقدمة منها دراسة بحثية صادرة عن خبراء في صندوق النقد الدولي وجامعة كاليفورنيا أشارت إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام وذلك على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية والتي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة وذلك لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا الدراسة أشارت إلى أنه منذ العام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي حيث كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة شمل ذلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم حيث يرتفع الدين الحكومي الآن بأكثر من مثلي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد في حين كان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك قبل 15 عاما الدراسة ذكرت كذلك أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو فإن تخفيض الديون غير وارد للحدوث من الناحية العلمية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ يبدو أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها وذلك بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد وذلك لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وهو ما يؤكد أن حكومات العالم ليس أمامها سوى التعايش مع الديون المرتفعة إلى حين قال نائب محافظ بنك إنجلترا بان برود بانت إن البنك المركزي سيطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسط توقعات بعدم انحصار تدخم بالسرعة التي ظهر بها على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الغاز والمنتجين وتوقع نائب محافظ بنك إنجلترا أن ينخفض التدخم الرئيسي حاليا بعد أن تراجع الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الغاز والسلع مضيفا أن نواتيرة الانخفاض لا يمكن التنبؤ بها حيث يتنافس كل من العمال والشركات على استرداد الدخل والأرباح الضائعة نتيجة للتدخم يواجه البريطانيون ترابا في عطلة نهاية الأسبوع حيث ينظم عشرون ألف عامل بنقابة السكك الحديدية والنقل البحري اضرابا في نزاع حول الأجور وظروف العمل وستتأثر شركات تشغيل القطارات الرئيسية البالغ عددها أربع عشرة شركة حيث لن يتمكن بعضها من تشغيل أي خدمة والبعض الآخر سيضطر للعمل بجدول زمني مخفض بشكل كبير اضراب تلو الآخر في المملكة المتحدة والنتيجة شلل في هذا القطاع وعطل في ذاك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية آخر حلقة في تلك السلسلة كان اضرابا نظمه نحو عشرين ألف عامل في السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ما وجه ضربة قوية لخدمات عطلة نهاية الأسبوع في لندن والمدن المحيطة بها في إطار حملة للمطالبة بزيادة الأجور سيستمر الإضراب حتى الثاني من سبتمبر إذا لم يتم إحراز تقدم في النزاع حول الرواتب حسب ما ذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل المنظم للإضراب ووفقا لسكك حديد سوث ويسترن من المتوقع أن يؤثر الإضراب بشدة على رحلات نهاية الأسبوع في لندن وهي المدينة التي تنتج نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالية للمملكة المتحدة يأتي ذلك بعد ساعات من توقف خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع أنحاء إنجلترا حيث نظم كبار الأطباء إضرابا لمدة 48 ساعة وسط نزاع مستمر حول الأجور بين الأطباء والحكومة البريطانية ولا يزال الغلاء المستشري في الأسواق الاستهلاكية البريطانية تلازما مع تكاليف الفواتير الباهظة الضغطة على ميزانيات الأسر يشكل دافعا حاسما للإضرابات في قطاعات الصحة والخدمات والنقل مع تسجيل التضخم أسوأ معدلاته خلال عقود دعا رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي إلى ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين مشيرا أيضا إلى أن بلاده ستقدم الحل لمشاكل سلاسل التوريد وذلك قبل القمة التي تعقدها الكتلة في نيو دالهي الشهر المقبل وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن الهند هي الحل لخلق سلسلة توريد عالمية وفعالة وموثوقة بعد الاضطرابات التي نتجت عن جائحة كورونا خصوصا أن نيو دالهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين على حد وصفه أقرت الهند مزيدا من القيود على صادرة الأرز في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإندادات العالمية للحبوب وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرة الأرز بقيمة عشرين بالمئة بأثر فوري وكانت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم قد فرضت قيودا سابقة على صادراتها حيث تبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية حوالي أربعين بالمئة أكد التقرير الصادر عن مؤسسة البحوث الإحصائية في نيجيريا أن الأسرة النيجيرية المتوسطة تنفق نحو تسع وخمسين بالمئة من دخلها على الغذاء فيما تعد هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ أحد عشر بالمئة وأشار التقرير إلى أن التضخم في نيجيريا ظل مرتفعا منذ عام 2016 مع تأثير كبير على إنفاق الأسر وارتفع مؤخرا وارتفع مؤخرا تضخم الغذاء إلى أربعة وعشرين بالمئة في يوليو الماضي مما دفع الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ بشأن عدم الأمن الغذائي أعلنت شرطة لندن أن تتخذ إجراءات أمنية بعد وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا المعلومات خاص بشركة تتعامل معها في أعقاب اختراق بيانات لقوات الأخرى وأضفت شرطة لندن أن الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة وقيمة الرواتب وذكرت صحيفة The Sun on Sunday أن قارسنة عبر الإنترنت اخترقوا أنزمة تكنولوجيا معلومات الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصريح للموظفين لدى شرطة لندن أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن بيكين ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي ثالث في الفترة من الثامن والعشرين من أغسطس الجاري وحتى الثاني من سبتمبر المقبل وذكرت الوزارة في بيان لها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارات دفاع في الصين والدول الإفريقية ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني إفريقي ذا مستقبل مشترك في العصر الجديد أجرى الأسطول الشمالي الروسي مناورات في بحر بارنس تحاكي التصدي لسفن النبي غير مصرح لها وذكر الأسطول في بيان أن التدريبات تتواصل منذ العاشر من أغسطس الجاري في المحيط المتجمد الشمالي مضيفا أنه يعتزم إجراء المزيد من المناورات للدفاع عن السواحل الروسية في الخطب الشمالي وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة توجه ثلاثة خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فيكوشيما النووية المعطلة تأتي الزيارة بعد أن توصلت كوريا الجنوبية واليابان والوكالة الدولة للطاقة الدارية إلى اتفاق بشأن زيارة الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى مكتب الوكالة الدولية للطاقة الدارية كل أسبوعين لمراقبة تصريف المياه الملوثة طلبت توقيو بكين بضمان أمن المقيمين اليابانيين في الصين بعد موجة من المضايقات عبر الهاتف استهدفت شركات اليابانية وذلك على إثر الجدل الذي أثاره تصريف مياه محطة فيكوشيما النووية وأثارت خطوة اليابان حفيظة الصين التي ترى أن الإجراء يلوث المحيط ووسعت بكين ردا على ذلك النطاق حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية ليشمل البلاد بأكملها وأطلبت الخارجية اليابانية من الموظفين الكبار في سفارة بكين في طوكيو الدعوة إلى الهدوء أعلنت وزارة البيئة اليابانية عن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فيكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي جاء ذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية إلى المحيط الهادي مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة جهود حثيثة تقوم بها اليابان للتخلص من مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية في ظل مخاوف الدول المجاورة لها من التأثر من النشاط الإشعاعي وفي رسالة طمأنة أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فيكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية وبدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فيكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان وخلصت اختبارات وزارة البيئة للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن تركيزات نظائر أتريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه حيث إن مياه البحر لن يكون لها أي تأثير سلبية على الصحة الإنسان والبيئة وفي إطار حرصها الشديد على التعامل بشفافية مع الأمر أعلنت اليابان أنها ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافية من جانبها أعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتوي على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم المشعة وهو ما قد يشير إلى استمرار اليابان في التخلص من مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية أكد الجيش الأمريكي أن ثلاثة من مشات البحرية الأمريكية لقوا حتفهم خلال تدريبات عسكرية في شمال استراليا جراء حادث لتحطم طائرة هليكوبتر وذكرت قوة التنوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي باستراليا أن خمسة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى في حالة حريقة ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي حال حادث بالمأسوي مضيفا أن حكومته تركز على تقديم الدعم قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي علي خاندرو مايوركاس إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع السلطات في وليد فلاريدا للمساعدة في منع وقوع حوادث عنصرية أخرى جاءت تصريحات الوزير الأمريكي على خلفية الحادث الذي وقع في جاكسنفيل وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وانتحار منفذ الهجوم بعد إطلاقه النار داخل أحد المتاجر بالمدينة أعلنت السلطات الرومانية مصرع شخص وإصابة 57 شخصا آخرين جراء انفجارين في محطة الغاز المسال قرب بوخارست وأكدت السلطات الرومانية أن عناصر من رجال الشرطة والإصعاف يعانون حروقا بالغة وتم نقلهم إلى إيطاليا وبلجيكا لتلقي العلاق كما أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس عن أسفه لهذه المأساة داعيا إلى إجراء تحقيق أعلنت هيئة الانتخابات في زمبابوي فوز رئيس أمرسون منانجاجوا بولاية رئاسية ثانية وأوضحت هيئة الانتخابات في زمبابوي أن رئيس منانجاجوا حصل على أكثر من 52% من أصوات الناخبين في المقابل حصل منافسه الرئيسي نيلسون شاميسة على 44% من الأصوات وفقت السلطات في كوريا الشمالية على دخول مواطنيها في الخارج البلاد بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وأعلن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة بكوريا الشمالية أنه سيتم وضع العائدين تحت المراقبة الطبية المناسبة في أجنحة للحجر الصحي لمدة أسبوع بعد سنوات من القيود الصارمة على الحدود خلال جائحة كورونا وفقت كوريا الشمالية على عودة مواطنها من الخارج في الوقت الذي تفتح فيه الدولة حدودها أمام حركة السفر وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية أعلن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أن الموافقة تتماشى مع تعديله لمستوى مكافحة الجائحة بعد تخفيف الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم مقر الوقاية من الأوبئة أضاف في بيانه أن العائدين سيخضعون للمراقبة الطبية الملائمة في أماكن الحجر الصحي لمدة أسبوع يأتي ذلك بعد أيام من هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية في بكين قادمة من بيونج يانج وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الأغلاق الوبائية في عام 2020 وسط إعادة فتح بطيئة لواحدة من أكثر دول العالم عزدة سياسيا واقتصاديا ولم يتضح على الفور من كان على متن الطائرة لكن الشركات السياحة الغربية التي تعمل في كوريا الشمالية قالت إنها على ما يبدو رحلة ستعيد الكوريين الشماليين الذين تقطعت بهم السبل في الصين بسبب إغلاق الحدود لسنوات ذكرت إحدى الشركات المشاغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية أن طاقة نووية وحدها لن تكون كافية من أجل تحقيق الحيادة الكربونية في البلاد بحلول عام 2050 وأكدت إحدى الشركات المشاغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية على ضرورة إنتاج الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن لتحقيق الحيادة الكربونية أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في باكستان عبدالله فاضل أن ملينا الأطفال بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية فيما يتراجع تمويل جهود التعافي وإعادة البناء بعد عام من الفيضانات المدمرة التي اكتاحت باكستان وذكرت منظمة اليونيسيف أن الأمطار الموسمية الحالية في أنحاء باكستان تزيد صعوبة الأوضاع في المناطق التي تأثرت بالفيضانات وأدت إلى مصرع 87 طفلا بأنحاء باكستان وتقدر اليونيسيف بأن 8 ملايين شخص نصفهم تقريبا من الأطفال يفتقرون إلى المياه الآمنة في مناطق الفيضانات ويحتاج أكثر من مليون ونصف طفل إلى مساعدات إنسانية ترجمة نانسي قنقر خطوات أحادية في هذا الشأن ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بدل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للإتفاق المنشود أطلقت مدرية الصحة بأسوان القافلة العلاجية في قرية أدندان تابعة لمركز نصر النوبة وتدمنت القافلة عشر التخصصات مختلفة إضافة لمعملية الدم والطفيليات والأشعات العادية وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان المترددين من أبناء القرية والقرى المجاورة وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لإجراء عمليات جراحية وأشعة رانين مغناطيسي للوصول بالخدمة الطبية لأحلنا ونسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجاً والمناطق البيئة عن الخدمة الطبية قافلة العلاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل تم تقديم الخدمة في القافلة العلاجية بيحتوي على عشر تخصصات طبية مختلفة معنا خدمة معمل التفعيليات معمل الدم معنا خدمة الأشعاء العادية معنا خدمة الأشعاء التلفزيونية معنا الصيدرية في أكثر 130 صنف بالمجان إحنا زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة بننفذ القافلة الطبية في قرية دندان التابعة لمركز نصر النوبة بننفذ القافلة على مدار يومين زي ما قلنا لحضراتكم حدفنا الرسول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا بيتوجه المواطن الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في التخصص المطلوب بيتم توقيع الكشف الطب عليه من قبل الدكتور الأخصصية أو الاستشاري في كل تخصص محتاج علاج دوائي محتاج أشعة محتاج تحليل بيتم صرفه عمل لازم في القافلة بالمجان أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صيني متخصص في صناعة المنسجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحجم استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار يأتي المشروع في إطار المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى مليار و 600 مليون دولار أكد وزير البترول طارق الملة أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تضمنت منذ انطلاقها عام 2016 تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الانتاجية وإضافة طاقات وكينات جديدة تدعم خطط التنمية كذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروعات البترو كيمويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة وتتمثل في انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيليكون المعدني والصدقاش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة كشفت دراسة للجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء عن أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع وأظهرت الدراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 2.9% خلال الفترة من 2011 حتى 2021 وصنفت الدراسة مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3.5% إلى 4.8% خلال نفس الفترة قال رئيس البرصة الجديد أحمد الشيخ أنه سيتم العمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البرصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وأوضح أنه سيتم العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البرصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد كما نوها رئيس البرصة الجديد بأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبرصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام تم وضع حجر أساس لإنشاء مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى وذلك بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر يقام على مساحة عشرة أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من مليار ونصف المليار جنيه حيث سيخدم محافظات الأقصر وأكثر من أربع محافظات مجاورة يأتي ذلك ضمن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتح زكي إنجازا غياضيا جديدا لرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحظ الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 67 كيلو جرام بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للمصارعة الرومانية المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما وساهم تحقيق ذلك الإنجاز في تقدم مصر للمركز الثامن في مجمل مسابقات البطولة التي أقيمت فعلياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارة العالم هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئة لللاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتدى بها للأجل القادمة تتواصل بممشى أهل السويس فعاليات الدورة الأولى لمعارض السويس للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وتستمر فعالياته حتى ثامن من سبتمبر المقبل يأتي ذلك في إطار التوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات دعما لصناعات النش جهود كبيرة تبدلها الدولة من أجل نشر الثقافة والوعي في إطار اهتمام القيادات السياسية ببناء الإنسان المصرية فعالياته معارض السويس للكتاب في دورته الأولى الحالية تعكس هذا الاهتمام ويأتي المعارض بمشاركة أربعين ناشرا من دور النشر الخاصة والمؤسسات الصحفية المعارض الذي يستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الرابع عصرا حتى الواحدة صباحا أول مرة بالفعل يقاب معارض الكتاب على هذا المستوى من الاتساع على هذا المستوى من النشرين من القطاع الخاص النهاردة لدينا أكثر من 32 دار نشر متنوعة سواء من دور النشر التابعة لوزارة الثقافة وأيضا دور النشر الخاصة هذه الدور تقدم الكثير من الورود على الكتب في كل مجالات المعرفة سواء للأطفال أو للشباب وأيضا في كل مجالات المعرفة الإنسانية بشكل عام الهاية العامة للكتاب وزارة الثقافة بيقيموا الهاية العامة للكتاب بتشارك في جميع خطاعات وزارة الثقافة منهم الهاية العامة لأصول الثقافة بتشارك بكتب جزء من المعرض كتب وجزء عنشطة فنية بتقدم للطفل والجزء الفني اللي موجود وجزء صقافة هذا المعرض يأتي تجسيدا لمساعد دولة بالتوسع في إقامة معارض الكتاب بالمحافظات دعما لصناعة النشر وزيادة لنسب التحصيل المعرفي من القراءة لدى الجمهور المصرية كنا موجودين لدينا دور تنظيمي وي لوي من أهم المشاريع الموجودة في الوزارة عندنا أهداف أهدافنا هي الترويج لأنشطة الوزارة وتنظيم فعالياتها وتنظيم فعاليات خاصة بينا عندنا إصدارات كتيرة جدا في معرض الكتاب السندي ويشتمل على ديني وروايات ونوت بوك وجزء للمدارس كل حاجة عندنا عليها عروض وبندعمها وإن شاء الله المعرض الأول في السويس يكون معرض قوي البلد هنا عندها وعي وبتقرأ جبت الولاد عشان نتعرفه على معرض الكتاب واشترينا طبعا النوت بالأسماء واشتريت للولاد للتلوين وكده تمام والكبير لست بنشوف عشان عايز روايات المعرض من أفضل حاجات اللي اتعاملت السنين اللي فاتت إقبال كبير اللي يقول إن الناس لسه لحد الوقت حتى مع وجود السوشال ميديا ومع وجود وسائل كتير للإراية لكن يظل الكتاب هو أكبر حاجة وأكثر صديق للبني آدم ويقام المعرض بممشى أهل السويس على مساحة مقدرها 1500 متر مربع ويتضمن برنامجا فنيا وثقافيا المعرض يشارك فيه أكثر من سبعين مثقفا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة على مدار أيام المعرض بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المتخصصة المقدمة للطفل ختام نشرة أسالسة من التلفزيون المصري ولا يتبقى سوى التذكرة بأهم العنوان وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي ويستعرضان التحديات المشتركة في البحر المتوسط ورؤية مصر بشأن الأوضاع في ليبيا واشنطن تؤكد دعم جهود نيجيريا وإكواس لإعادة النظام الدستوري في النايجر ورفع حالة تأهب العسكري في نيامي أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ هجوم جوي على كييف ومناطق أخرى موسكو تسقط طائرتين مسيرتين على الحدود انتهت نشرتنا الإغمارية دمتو مفرعات الله شكرا للحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة